اهلا بكم وحلقة جديدة خمسة رياضة مع علي بركة في راديو الاهرام الحقيقة الحاجة اللي بتسترعي الانتباه هذا الموسم انه لجنة المسابقات شددت في عقوباتها على التنمر وعلى هتافات العنصرية ولابد اننا نقتنع بحاجة مهمة جدا انه طول عمرنا في مصر ما كانش عندنا ابدا 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 هذه الظاهرة يعني كلنا بنعيش مع بعض مسلم مسيحي ابيض اشقر اصمر كل الناس حاجة واحدة كلنا بنستمتع بكرة القدم بنستمتع بالحياة بنستمتع بكل ما نراه امامنا من جماليات في اللعبة لكن ما كانش فيه حد ابدا بيضع في ذهنه ان هو يذهب الى مباراة من اجل ان يشتم لعب عينه او يتنمر عليه او يتكلم عنه بشكل غير لائق بسبب لون بشرته هذا مرفوض تماما 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 واعتقد ان العقوبات اللي اتعملت في لجنة المسابقات هذا الموسم وتغلزها بهذا الشكل اظن ان هو هيجيب نتائج ونتائج ايجابية جدا لكن انا شايف الحقيقة انه اكبر عقوبة ممكن يتعرض لها اي مشجع هو ان يمنع مدى الحياة من دخول المباريات يعني اصلا انت برضو لما بتعمل عقوبة على النادي انت هتعمل ازاي على المشجع انك انت بتعمل العقوبة فتقول مثلا ايه غربة مئة الف جنيه واقف كذا من المباريات او منع اقامة مباريات على ملعبه انت برضو بتعاقب النادي اللي هو لا حول له ولا قوة لانه وضع طبيعي جدا ان اي نادي ملقوش او السيطرة على جمهوره لكن انا شايف العقوبة الحقيقية اللي لم يتم تناولها حتى الان هي المنع مدى الحياة من دخول المباريات ودي بتحصل على فكرة في الدورة الانجليزي اي حد بيتجاوز بيبقى دي عقوبته وعلى فكرة عايز اقول ان الشغب له عقوبة في الدورة الاوروبي لكن العقوبة الاكبر دائما وابدا هي التنمر والاساءة لاي شخص بسبب لون بشرته فانا باعتقد ان ده في حد ذاته خطوة جديدة وخطوة مهمة وان كنت انتظر معاها ان شاء الله باذن الله ان يبقى مصاحبة لها وجود عقوبات عنيفة وقوية لان مصر كانت وستظل دائما بلد العنصر الواحد احنا مش عدة عناصر احنا عنصر واحد بس وهذا العنصر ينبغي ان يتم احترامه وتقديره وتبجيله لاننا في الاول وفي الاخر بشر شكرا شكرا